فنانة دارة عاملت نبت عجرف وقبح على الريد كاربت بهذه الكلمات أشعلت دانا حمدان السوشيال ميديا مؤكدة إنها تعرضت لموقف ليس لطيف على الإطلاق بعد ما تعاملت معها فنانة زميلة بقبح دانا كتبت منشورة على فيسبوك وتوالت بعض الاستفسارات عن اسمها التقينا دانا في لقاء خاص لنتحدث معها عن الموقف اللي حدث على الريد كاربت بمهرجان القونا سألناها في البداية عن تفاصيل الموقف وطلبنا منها تحكيلنا المزيد من التفاصيل يعني هو موقف حصل على الريد كاربت ما كنتش أنا متوقعه يعني أنا التخطي زي ما بيقوله يعني أنا التخطي ما كنتش متوقع حاجة زي دي خاصة أن أنا شخصيا من معجبينها وبجد بجد مش كلام ميديا أنا باحترمها وبقول لها دلوقتي من خلال كنانا باحترمها جدا وأنا من الفانس بتوعها يمكن عشان حصل لي زي ما بيقوله انت لما تحب حد قوي ويحصل بينك وبينه موقف مش متوقع بتزعلي قوي برضو دي حاجة وحاجة تانية مش المفروض يبقى ده نوع التعامل اللي بيننا يعني فاهمة ما حبش أنه ده يتصدر وخاصة أن الموقف حصل قدام الناس فاهمة قصدي بس فأنا يمكن اتخذت وزعلت خط على خاطري لا مش هدخل بقى في تفاصيل ده خلاص هو الموقف حصل وخلصنا وأنا كتبت رد فعلي وهي وصل لها يعني أكيد وصل لها وعرفته وخلاص أنا بقولك أنا برضو زي ما قلتلك ما بحبش لما حد يقع يكتروا دباحينه ما بحبش الناس ما صدقت إن هي تمسك بقى وتكبر وفي ناس كتبوا لي طب ما أنت ما كنتش كتبت من الأول لا أنا كتبت عشان أنا زعلت وهي كان لازم يوصل لها أن أنا زعلت أنا زعلت يعني أنا حاكد أجاملها وقول لها أنا ما زعلتش لأ أنا زعلت أزعلت ومش المفروض ده يبقى أسلوب يعني مش ده المفروض اللي يبقى أسلوب ولا معي ولا مع غيري حتى لو أنا ما كنتش زميلة ليها مش المفروض يكون ده الأتتتود هي أنا من وجهة نظري أكبر من كده بكتير فهم قصدي فأنا زعلت وعبرت عن زعلي بس ده مش معناه برضو أن أنا حقبل أنه حد يجرح فيها حقيقي يعني أنا مش حقبل ده فعشان كده أنا رفضت رفض تام إن أنا أذكر الاسم ورفضت إن أنا أدخل في تفاصيل يعني لما تسألت كتير من الصحافة قلت يا جماعة خلاص الموضوع انتهى وأرجوكم فلو على كده حاولنا نعرف اسم الفنانة فمزحناها وحكينا نقدر نقول إنها فنانة من ثلاث حروف لا ما حبش أن أنا أقولي الاسم لسبب أولا أنا من ثلاث حروف بس كده بصي لا بكلم بجرد دلوقتي أنا ما بحبش مبدأ أنه لما الواحد يقع تكتر دباحينه هي في النهاية زميلة وليها مني كل الاحترام بغض النظر عن أي حاجة حصلت تخمينات الجمهور ذهبت لريهام حجاج وبشرة وياسمين عبدالعزيز سألناها إذا كان الكلام صحيح أو لا أنا عايزة أقولي بقى أنا بحب ياسمين جدا حقيقي يعني وبحب ريهام جدا وقالوا بشرة كمان لا ده بشرة دي حبيبة قلبي يعني لا لا دي حبيبتي حبيبتي يعني إحنا أصدقاء أنا وبشرة بحبها وبحترمها جدا وياسمين يمكن علاقتي بها رسمية جدا بس عمري ما شفت منها غير كل خير وكذلك ريهام علاقتي بها رسمية كزملاء بس برضو ما شفتش منها غير كل خير فلا أكيد ما فيش ما فيش أي حاجة بيني وبينهم يعني بحترمهم بيحترموني وده لي المفروض يكون بيننا كلنا كزملاء دون استثناء أسألناها شو الرسالة اللي بتحب توجيها لإلها أعتقد أني وصلت لها كفاية حقيقة أعتقد أن اللي وصلها كان كفاية وعرفنا منها أن بعض الزملاء في الوسط الفني تدخلوا لحل هذه المشكلة حصل لكن هي شخصية ما اتصلت اتصلت بسنتي للسا متضايق لا مش للسا متضايق خلاص يعني ما فيش حاجة تتقال يعني ما فيش حاجة تتقال اشتركوا في القناة